موسيقى فساء الخير ربما لم يتفاجأ كثيرون بقرار وزراء الخارجية العرب ضد إيران وحزب الله فالجامعة تحولت في السنوات الأخيرة إلى منصة لتنفيذ أجندات سياسية لدول معينة وعلى رأسها السعودية التي تصاعد تحركاتها العدائية تجاه محور المقاومة بعد إنجازاته المتواصلة في حربه ضد الإرهاب ما يعني هزيمة مشاريع التقسيم في غير بلد ماذا جاء في ختام الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة على أننا لم نتخذ قرار بعد المجلس الوزاري العربي لم يتخذ قرار بعد باللجوء إلى مجلس الأمن إلى طلب إنعقد مجلس الأمن إلى طلب إطلاع مجلس الأمن على المواقف كل ما جاء في هذا القرار هو إحاطة مجلس الأمن علماً ببعض المواقف العربية هذه هي المرحلة الأولى ما أقول هو لعلنا في مرحلة تالية نجتمع مرة أخرى لكي نقرر اللجوء إلى مجلس الأمن بطلب إجراءات وطرح مشروع قرار عربي على المجلس البيان الختمي أمس لوزراء الخارجية العرب لاقى ردود فعل منددة من قبل عدة أطراف ولسيما من فصائل المقاومة الفلسطينية دانت الفصائل الفلسطينية قرار مجلس جامعة الدول العربية تعتبار حزب الله منظمة إرهابية مؤكدة أن هذا القرار يشكل خدمة مجانية لإسرائيل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استهجنت خلو بيان المجلس الوزاري العربي من أي إدانة أو ذكر للعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات وقالت الحركة أن بيان وزراء خارجية العرب يدين من قاوم الاحتلال الصهيونية ودعم حق الأمة في فلسطين واستنكرت اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية مشيرة إلى أن هذا البيان هو خدمة للعدو الصهيوني وهو عربون قدمته بعض الأنظمة العربية لتطوير علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي وللمسارعة في إخراجها إلى العلن وحذرت الحركة في بيانها من أن مواقف وقرارات الجامعة العربية توفر مظلة وشرعية لتأجيز الفتن والصراعات الطائفية والمذهبية في المنطقة والتي لن تخدم سوى أعداء الأمة وبدورها دانت قوى المقاومة الفلسطينية بيان القاهرة واعتبرته خدمة للكيان الصهيوني وللإدارة الأمريكية وأرضاء لحكام السعودية مشيرة إلى أن حزب الله هو أشرف حركة مقاومة ضد الاحتلال في المنطقة وهو يشكل قوة رادعة يحسب لها العدو ألف حساب وقام بدور مهم ورئيسي في محاربة الإرهاب في المنطقة ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول أن وصف حزب الله اللبناني بالمنظمة الإرهابية هو خدمة مجانية لكيان الاحتلال الصهيوني وحلفائه مؤكدا أن هذا القرار هو وصمة عار في السياسات الرسمية العربية التي كان عليها أن تنتصر لقوى المقاومة وتوفر لها كل عوامل الدعم من أجل انتصار على المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأمة العربية والعديد من أقطارها وعن تداعيات هذا البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب حول تداعيات وانعكاسات أيضا على هذه المرحلة الدقيقة في المنطقة سنناقشها هنا مع ضيفنا في الستيديو الأستاذ وليد بركات الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني أهلا بك أستاذ وليد وسينضم إلينا السيد داود الشهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي كما سينضم إلينا عبر خدمة الإنترنت من الجليل المحتل الخبير في الشؤون الإسرائيلية السيد أليف صباغ وكذلك السيد دواثق سالم الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا سأبدأ معك أستاذ وليد هل البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب كان مستغربا بالنسبة لكم أم أتى بالسياق البديهي في ظل هذه إذا أردنا أن نقول الهرولة الخليجية للتطبيع مع الكيان المحتل بداية اسمحي لي أن أقول شكرا لبل عذرا لهؤلاء الوزراء الخارجية العرب والجامعة العربية لأننا في لبنان قتلنا إسرائيل هذا الموقف المتشابه مع موقف رئيس بري اليوم طبعا هذا كلام الرئيس بري وهذا كلام يعبر عن كل لبناني كل لبناني شريف نعم نحن نعاقب لأننا حررنا بلادنا بالألفين وانتصرنا على إسرائيل بالألفين وستي وقاتلنا التكفيريين في جرود عرسال وطردناهم ونقاتل التكفيريين والإرهابيين في سوريا نحن ندفع ضريبة انتصارنا على المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة لذلك نحن مش مستغربين نحن مش مستغربين أبدا نعم الجامعة العربية باتت منصة تستخدم للدفاع عن إسرائيل للأسف للأسف الشديد للدفاع عن إسرائيل ولإدانة كل الشرفاء في هذا العالم العربي الذين يحملون قضايا الأمة وقضايا المواجهة مع إسرائيل هؤلاء تخلوا عن قضية فلسطين المحتلة هؤلاء هم الذين دعموا الإرهاب وهم الذين أوجدوا الإرهاب وهم الذين أرسلوا الإرهابيين إلى سوريا وإلى العراق وإلى ليبيا وإلى لبنان وإلى كل العالم العربي هؤلاء هم أيضا أرسلوا الإرهابيين إلى أمريكا وإلى كل العالم هذه المدرسة للأسف الوهابية هي أم الإرهاب لذلك نحن لا نستغرب على الإطلاق ما صدر عن الجامعة العربية إنما بنفس الوقت نحيي وزراء الخارجية العرب الذين وقفوا إلى جانب لبنان العراقي طبعا الجزائر تغيب التونسي تغيب المصري لعب دور أساسي لمنع المملكة العربية السعودية من تحقيق أهدافها في إخراج لبنان من الجامعة العربية كما أخرجوا سابقا روسيا أحبطت هذه المحاولة على يد المصريين وعلى يد العرب هل تقصد أستاذ واليد أن مصر لعبت دورا بانتصاص هذه الاندفاعة السعودية بهذا الدور إلى حد ما عدم تحقيق مقارب السعودية بشكل كامل من خلال هذا الاجتماع؟ طبعا الدور المصري كان مميز وأساسي وعمل على التوازن يعني أعطى السعودية الإدانة لإيران ورفض بنفس الوقت إخراج لبنان من الجامعة العربية يعني مع أنه كانت لغة ذات سقف عالي بالنسبة لسيد أحمد أبو الغيت وهنا سأعود إليك بالتأكد لأنه اليوم السيد أحمد أبو الغيت مدواجد في بيروت بلقاء معرفة جمهورية عم يعبر عم يعبر عن الأعراب مش عم يعبر عن مصر عبد الناصر سوف نعود إلى هذه النقطة ولكن أشرت إلى نقطة أهم سيد وليد وهو أنه تحولت للأسف إلى منصة للدفاع عن الكيان المحتل هنا سأنقل هذه النقطة إلى المسؤول في المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي السيد داود الشهاب أهلا بك سيد داود يعني أنتم أدنتم هذا البيان الذي صدر عن وزراء الخارجية العرب ولكنه إلى أي مدى بالفعل هو يستهدف كل حركات المقاومة وليس فقط حزب الله باعتباره منظمة إرهابية وكجزء من هذه الحركات المقاومة للكيان المحتل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم أهلا أهلا وكل مشاهدي قناة الميادين ولكل جمهور المقاومة كل جمهور المقاومة الذي اليوم نحن نعيش ذكرى 82 لإستشهاد القائد العربي الإسلامي السوري الشهيد عز الدين القسام الشيخ الأزهري ذلك الشيخ الأزهري الذي أدرك جيدا ماذا يعني أن تزرع إسرائيل كمشروع استعماري في قلب هذه المنطقة وفي قلب هذه الأمة ولذلك هذا الرجل العظيم عز الدين القسام قاوم الاحتلال الإنجليزي وقاوم الصهاينة منذ وقت مبكر أدرك ماذا سيشكل هذا المشروع الصهيوني من خطر يستهدف الوجود العربي ويستهدف الوجود الإسلامي لو أن الشيخ عز الدين القسام حيا اليوم لأدانته الجامعة العربية ولأدانه هؤلاء الذين لم يكن لهم شيء يفعلونه سوى أن يخذنوا القضية الفلسطينية هذه القضية الفلسطينية التي تشعر الشعب الفلسطيني الذي يشعر بالاعتزاز لقوى المقاومة ولداعمي المقاومة في الوقت الذي يخذل فيه الشعب الفلسطيني وتخذل فيه القضية الفلسطينية وتتحول للأسف الشديد بعض الأنظمة وبعض الأطراف الإقليمية والعربية إلى عرابي ومسوقي ومروجي لمشروع ترامب القادم الذي يستهدف القضية الفلسطينية ولذلك في هذا السياق ربما نفهم أنه اتهام حزب الله بالإرهاب ولاحقا سيطال هذا الاتهام ربما كل من يقاوم إسرائيل لكن أنا أقول وبشكل واضح وبشكل مباشر هذه المقاومة ستستمر مشروع المقاومة الذي يشكل ضمير الأمة مشروع المقاومة على أرض فلسطين الذي يشكل ضمير الأمة هذا المشروع بإذن الله تبارك وتعالى فيستمر سيد داود يعني الهجوم على محور المقاومة كذكرت يعني لم يطال الآن طال حزب الله وكما يمكن أن يطال في المستقبل حركات كل حركات المقاومة هل القرار أمريكي إسرائيلي ولكن التنفيذ بأدوات عربية يمكن القول ومن يدري ومن يدري ربما عما قريب نرى عواصم جديدة تفتح للعلم الصهيوني وربما يصل الأمر إلى أن نجد يعني إسرائيل عضوا في الجامعة العربية إذا استمرت هذه هذه الهيمنة إن صح التعبير أو هذا الاستفراد بالجامعة العربية في ظل غياب القوى العروبية الكبرى في المنطقة التي جرى تحشيمها وبات واضحا لماذا جرى تحشيمها على أي حال أنا ما أريد أن أؤكد عليه ونؤكد عليه جميعا نريد أن نقول بأن هذا المشروع مشروع المقاومة سيستمر سيستمر لأنه مشروع يرى عدوه جيدا ويعرف عدوه جيدا ويعرف أصدقاءه جيدا يعرف من هم حلفاء ويعرف من هم من هو عدوه لا يوجد لهذا المشروع مشروع المقاومة سوى عدو واحد هو إسرائيل ولا عداءات أبدا من بني جلدتنا حتى من ظلمونا ومن خذلونا هم ليسوا أعداء العدو الأساسي لهذا المشروع مشروع المقاومة كان وسيبقى إسرائيل مع أنه للأسف تحول هذا العدو وحاولت بالأمس السعودية والدول العربية الموازية أو الداعمة لها بتحويل الفوبيا أو العدو هو إيران في المنطقة سوف أعود إليك سيد داود الشهاب خصوصا للحديث يعني أن البيان الختامي لم يتحدث عن أي إدانة لدماء الشهداء التي لم تجف بعد داخل النفق في غزة هنا سأتحول إلى هذا الدعم الواضح نعم بالتأكيد يعني هذا الدعم الواضح الإسرائيلي بدى واضحا من وسائل إعلام إسرائيلية وهنا سأتحول إلى الأستاذ أليف صباغ أهلا بك سيد أليف يعني وسائل إعلام إسرائيلية مثل إسرائيل اليوم تقول أن تل أبيب أبلغت الرياض أنها ستدعم أي مشروع قرار بمجلس الأمن يجب تدخل إيران في لبنان والمنطقة لماذا اليوم هذه الدول العربية وعلى رأسها رأس الحرب السعودية باتت تهرول نحو التطبيع فوق الطاولة وبشكل واضح والدعم إسرائيلي أمريكي تعيني أقول أولا أن الجامعة العربية منذ تأسيسها لم تكن جامعة عربية بالمفهوم العربي الشعبي العام وأنما كانت جامعة تجمع الأنظمة العربية الرجعية في الأساس خدمة لهذه العلاقات مع دول الاستعمارية وكل اجتماع من اجتماعات الجامعة العربية لا يمكن أن ينعقد دون موافقة خاصة الاجتماعات الطارئة دون موافقة أجنبية كانت بريطانية سابقا واليوم أمريكية وكل قرار يتخذ هناك لابد أن يحظى بموافقة مسبقة وبالتالي ما قانته ما صرحت به إسرائيل بأنها ستدعم كل مشروع قرار هو عمليا اطلاع مسبق وربما أيضا مشاركي في صياغة القرار الذي اتخذه اجتماع وزراء خارجية الدول العربية هذا القرار إذا نظرنا إليه بشكله ومضمونه يبدأ إذا نظرنا إليه يبدأ بفقرة صغيرة بخط صغير يطالب الولايات المتحدة الأمريكية يطلب يعني مش يعني يطالب حتى كلمة يطلب أفضل من كلمة يطالب أن تعيد النظر في موقفها من إغلاق مكاتب نظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك ومباشرة ينتقل وبالخط الكبير إلى كل البيان الأربع صفحات يعني من البيان بالبنود واحد اثنين ثلاثة إلى آخره يتحدث به عن حزب الله وعن إيران وعن اليمن وعن السعودي المسكيني اللي فقط بتدافع عن نفسها وبتدافع عن حقها في السيادة على أرضها وفق ميثاق الأمم المتحدة وكأنه يعني سوريا لا يجوز لها أن تدافع عن سيادتها فقط يعني هذا الكلام صادر عن وزير الدفاع السابق مشي عالون حينما يقول أنه ليس بالصدفة أن نسمع المتحدث السعودي وزير الخارجية عادل الجبير يتحدث باللغة العربية ما نعبر عنه باللغة العبرية نعم صحيح السعودية اتخذت من الجامعة العربية كما اتخذت سابقا يعني في الوقت الحضر السعودية هي التي تسيطر على الجامعة العربية سيطرة كاملة وقطر يعني وضعت على الهامش تسيطر علىها من أجل مصالحها وتستطيع أن تعقد أي اجتماع طارق إن كان لوزراء الخارجية وإن كان لملوك ورؤساء من أجل مصطحتها وتنفيذاً لأهدافها في الوقت الحاضر السعودية تشعر يعني ليس بحرج وإنما بضعف كبير جداً عندما خسرت معركتها في سوريا وخسرت معركتها في اليمن وخسرت معركتها في لبنان وخسرت معركتها سابقاً في العراق وخسرت حتى معركتها السياسية والإعلامية ضد إيران وبالتالي هي تحتاج في داخلها في داخل السعودية هناك معركة داخلية أيضاً الملك فيها ليس القوة الأقوى ولو كان رسمياً هو الأقوى ومحمد بن سلمان ولي العهد رسمياً هو الأقوى ولكن الصراعات الداخلية تهدد هذا العرش السعودية تحتاج إلى الجامعة العربية اليوم لدعم مشروعها بشرق أوسل لدعم هذا العرش المهتز في المملكة العربية السعودية إضافة إلى ذلك إسرائيل تحتاج أيضاً إلى يعني تغطية عربية كاملة لأي عدوان يمكن أن تشنه ضد إيران أو ضد سوريا أو ضد حزب الله وبالتالي يأتي هذا الاجتماع لوزراء الخارجية العربية يمكن القول سيد أليف من قبل السعودية نعم أكمل الجملة يأتي هذا الاجتماع لهدفين أساسياً الأول لدعم السعودية في موقعها وفي موقفها المطبع عملياً مع إسرائيل والضعيف عربياً بكل المجالات ويأتي أيضاً للتغطية على أي عدوان أو للتمهيد على أي عدوان يطلبه العرب من إسرائيل ضد حزب الله وإسرائيل تقول نحن لا نعمل عندكم وبالتالي نحن نريد منكم مواقف مسبقة إذا ما قررنا أن نسجيب لطلباتكم الجامعة الدول العربية في هذا الموقف تعلن عملياً تحالفاً مع إسرائيل ضد إيران وحزب الله وسوريا ولو كان هذا الإعلان غير رسمي ولكن عملياً هي تعلن الحرب على إيران وحزب الله وسوريا وتعلن أنها ستقف مع إسرائيل في أي عدوان كما تعلن إسرائيل أنها ستقف مع العرب يعني هنا السؤال سيداني في حول المرحلة المقبلة وخصوصاً بعض التحليلات والمراقبين يقول أنه سعودية لم تصل حتى إلى ما كانت تريد الوصول إليه من البيانة الختامة لم تلامس عتبة أعلان الحرب ضد إيران سوف أعود إليك للحديث عن هذه النقطة ولكن أشرت إلى نقطة إلى فشل السعودية بأوراقها التي كانت تعول عليها إن كان في اليمن سوريا العراق حتى بحربها السياسية والإعلامية ضد إيران هنا سأنقل هذا السؤال إلى السيد واثق سالم الهاشمي أهلا بك سيد واثق هل الانتصار كان بالأمس في المكمال تتويج لكل انتصار محور المقاومة في العراق ولبنان وسوريا أتى الرد عليه بالانتقام في القاهرة نعم شكراً جزيلاً تحيي لك والأخوة الضيوف والمشاهدين الكرام بالتأكيد أنا أعتقد كثير من الدول خسرت ما كانت تراهن عليه في الأرض السورية بدعم جماعات إرهابية تكفيرية عاثت فساداً في الأرض وقتلت ودمرت أيضاً هو السقوط لكل المؤتمرات ما سميت بالمعارضة السورية في عدد كبير من الدول وربما الآن أصبح المخرج والملاذ الآمن هو ما يحدث في مؤتمرات إستانة التقدم على الأرض لقادة محور المقاومة في سوريا أثبت هذه النتائج بالتالي الانتصار الكبير يوم وأمس في البوكمال ووصول القوات العراقية إلى الحدود السورية والانتصار على داعش أيضاً على مفارق أسعجة الكثيرين في المنطقة التي كانت تراهن على هذه التنظيمات من أجل أن تنفذ أجندتها أنا أعتقد حتى مخرجات اجتماع الجامعة العربية فعلاً كان حتى محبط إلى السعودية التي دعت إليه وحشدت إليه أولاً بدءاً بغياب ستة وزراء خارجية ثلاثة منهم من الخليج الإمارات وقطر وعمان فضلاً عن العراق والجزائر ولبنان قضية أخرى السعودية الآن تحاول أن تلعب مع لعبة قطر في السابق بأن تكون الجامعة العربية بالأموال أداة طيعة بيدها الآن السعودية لا أستبعد كما فعلت قطر أن تحاول بطرح مشروع لسحب الجامعة العربية إلى الرياض مشروع الجامعة العربية الذي كان يعتقد الكثير من أبناء شعبنا العربي أنه قد يكون الملاذ الآمن والمنقذ لأحلام العرب لكن هناك تراجع في أداء الجامعة العربية التي أصابها الهرم في موضوع نظامها الداخلي مشاكلها بروس دول بدل الدول أو الأقطاب الكبيرة في المنطقة التي تقود الجامعة العربية كالعراق وكمصر وكسوريا فضلا أن هذه الجامعة لم تكن وفية مع الشعوب التي احتاجتها في أزماتها بدءا بالعراق بعد 2003 وأيضا ما حدث في السودان وما حدث في مصر وما حدث في ليبيا وما حدث في اليمن كان الجميع ينتظر أن يكون للجامعة العربية دور حاسب لكن الجامعة كانت دور المتفرج كان دور من يدفع أكثر إلى الجامعة العربية تُعقد له المؤتمرات وتنفذ له الأجندات لكن أنا أعتقد المخرجات لم تكن مرضية لأغلب الحاضرين في الجلسة وأيضا لم يكن هناك قناعات في هذا الأمر بتأكيد انطرحت عدة أسئلة حول هذه المحاولات هنا يطرح السؤال لما لم تحققه إسرائيل عسكريا هل تحققه اليوم دبلوماسيا بأدوات عربية والتنفيذ عربي عبر السعودية والدول الداعمة له سوف نعود الاتصال بك سيد واثق وسنكمل هذا النقاش مع ضيوفنا الكرام ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا من جديد أرحب بكم في هذه الندوة حول تداعيات وانعكاسات وأبعاد بيان جامعة وزراء الخارجية العرب التي نناقشها مع ضيوفنا السيد داود شهب من غزة السيد دواثق سالم الهاشمي من بغداد السيد أليف صباغ من الجليل وهنا في الاستوديو مع السيد وليد بركات سأبدأ معك هذا المحور سيد وليد لبنان الذي يتصدر منذ أسبوعين واجهة الأحداث الإقليمية استطاع أن يتجاوز وحتى الدولية ليست فقط الإقليمية أن يتجاوز كيفية التعاطي مع استقالة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريدي التي كانت مفاجئة بالشكل والمضمون التي أعلنها من الرياض وأيضا الآن التعاطي مع الاجتماع وزراء الخارجية العرب لأنه البعض يقول أن تجنب وجود وزير الخارجية جبران باسيل لأي مواجهة كانت ستكون أكثر عنفا مع ما سيصدر من السعودية الآن ما هو المطلوب لبنانيا في ظل أيضا تصنيف حزب الله هذا الشريك داخل هذه الحكومة وتضييق الخناق عليه بمحاولة من قبل السعودية وهذه الدول ما المطلوب في الداخل اللبناني؟ أول شيء المطلوب في الداخل اللبناني مزيد من التماسك الوطني ومزيد من الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع اللبناني ومزيد من الفهم الحقيقي للأهداف الإسرائيلية الأعرابية لضرب الاستقرار في لبنان والإحداث فتنة داخلية في لبنان. أنا برأيي أن اللبنانيين اليوم أصبحوا مدركين حقيقة ما يجري وحقيقة ما يخطط للبنان من خلال هؤلاء الأعراب والصهاينة. وهم استطاعوا أي اللبنانيين إدارة أزمتهم من خلال الدور الذي لعبه فخامة رئيس الجمهورية والذي تمكن من فك احتجاز الرئيس الحريري وإعادته إلى لبنان. رغما عن هؤلاء الأعراب وتمكن أيضا من إخراج... رغم الحملة والحرب الإعلامية التي كانت تواضحة من قبل السعودية. جدا. الرئيس الحريري كان تحت الإقامة الجبرية. كان محتجز. كان منوء عليه يرجع على لبنان. وبالتالي لبنان استطاع من خلال هذه الوحدة الوطنية من خلال قدرة فخامة رئيس الجمهورية على إدارة هذه الأزمة بطريقة محترفة جدا. من خلال الإجماع الوطني العام على إدانة السعودية في احتجازها للرئيس الحريري. وبالتالي تحرير الرئيس الحريري. كما استطاع لبنان أن ينجح في إدارة هذه الأزمة. استطاع أيضا أن ينجح في إدارة أزمة إخراجه من الجامعة العربية. من خلال الدور الهام الذي طلع به مع علي وزير الخارجية جبران باسيل. صعيح ما ذهب إلى مصر. إنما هو تواصل مع معظم مزراء الخارجية العرب. واستطاع من خلال إدارته أيضا المحترفة أن يصدر هذا البيان الباهت. أنا برأيي باهت. هذا البيان لم يتمكن هؤلاء الإعراب من تحقيق هدفهم بإخراج لبنان من الجامعة العربية. فقط هذا البيان هدفه كان تحريض إسرائيل لشن عدوان على لبنان. وإدانة إيران وتحويل تباكيهم أمام مجلس الأمن. بالتالي اللبنانيين اليوم بعد ما نجحوا في إدارة هاتين الأزمتين. يصعب على أحد. يصعب على الأعراب أن يتمكنوا من إحداث فتنة داخلية. ومن هز الاستقرار الداخلي في لبنان. لأنه أنا برأيي حتى الرئيس الحريري. سيعود إلى لبنان. وسيسعى للحفاظ على الاستقرار. وليس لتحقيق تحطير. هنا سيحاول. هناك على ما يحكى الحلول والخروج من هذه الأزمة الممكنة. هي محصورة وقليلة. معظم المراقبين يؤكدون أنه لن يتراجع عن هذه الاستقالة في ظل هذا التصعيد الكبير طيلة الأسبوع الماضية. في المقابل هناك تأكيد الرئيس عون وحزب الله لن يقدموا تنازلات على حساب أمن واستقرار البلد. لبنان مر بأزمات أكبر بكثير من هذه الأزمة. لا نخاف كثير وما نهول كثير على الناس. وما حدا يقدر يهول على اللبنانيين. من بعد ما انتصروا على إسرائيل بـ 2006 وحرروا بلادهم بالـ 2000. وتجاوزوا كل هذه الأزمات من اغتيال الرئيس الحريري حتى تاريخه. هذه أزمة قادرين اللبنانيين بوحدتهم. بوعيهم. بقوتهم وبإدراكهم للمخاطر اللي يتحدق بالبلد. أن يتجاوزوا هذه الأزمة. بغض النظر إذا عاد الرئيس الحريري عن استقالته أو أن لم يعد الرئيس الحريري عن استقالته باعتقاد أن الرئيس الحريري ومن يمثل على مستوى المكون السياسي والطائفي والشعب اللبناني. لن ينجر إلى ما يريده هؤلاء الأعراب. لأن هؤلاء الأعراب اعتقلوا الرئيس الحريري. واحتجزوا الرئيس الحريري. واعتدوا على السنة في لبنان. نعم من خلال هذا الاحتجاز. اعتدوا على السنة في لبنان. وبالتالي أرادوا إذلال لبنان. وأرادوا إذلال المسلمين السنة. لذلك أنا برأيي ما حداً بلبنان اليوم. عنده استعداد يتطوع. يخرب بلده ويحقق ما يريده هؤلاء الأعراب. هذا كلام ما نصحته حتى ما يحكى عن الدبلوماسية الأمريكية. نصحت السعودية بعدم التصعيد. وإيجاد هذا المخرج من خلال فرنسا لهذه الأزمة. لأن ذلك يزيد من الزخم الشعب. وأكثر كان بدعم لحزب الله ورئيس الحريري. هم أرادوا اختطاف لبنان من خلال رئيس سعد الحريري. وتوليد أزمة داخل لبنان من أجل المقايضة على اليمن. لقد خسروا كل الساحات. خسروا في سوريا. خسروا في العراق. خسروا في لبنان. خسروا في مصر. خسروا في كل العالم العربي. وخسروا في اليمن. هم يريدون شيء من أجل التفاوض عليه. أرادوا اختطاف لبنان ليفاوضوا عليه في اليمن. حداً يصدق أن هؤلاء يتجرأوا يشنوا حرب على إيران؟ يتفضلوا. إذا كانوا شجعان وإذا كانوا عندهم القدرة. يشنوا حرب على إيران. بدلما يفتطفوا الرئيس الحريري. بدلما يحربوا الساحة الداخلية. وحتى السيد حسن نصلى. قالوا يشنوا الحرب مباشرة تجاه إيران. ولكن لا بد من التذكير. ببيان الوزراء الخارجية العرب. لم يكن هناك أي إشارة لإدانة المحتل الإسرائيلي. هنا أتواجه إليك سيد داود الشهاب. هل هذه المحاولات العربية للأسف بإلغاء طمس القضية الفلسطينية؟ وهذا ما يسعى إليه المخطط الأمريكي برئاسة ترامب. والدعم الأساسي في المنطقة الكيان المحتل. تحية لكم مجددا. أهلا بك من جديد. أن يخلو بيان الجامعة العربية من أي ذكر للعدوان الإسرائيلي. للعدوان الصغيوني المتواصل ضد الشعب الفلسطيني القدس. على مقربة من هذا الاجتماع وهي تنزل. المسجد الأقفى المبارك على مقربة من هذا الاجتماع. وهو يأني يوميا من الاعتداءات والاقتحامات ومحاولات التهويد. ومجددا تعود سلطات الاحتلال وحكومة الإرهاب الصغيوني التي يتزعمها الإرهابي بن يمين نتنياهو. يتعود مجددا لطرح مسألة القدس الكبرى. أول أمس فقط كان هناك خياسة تطهير عرقي جديدة في محيط القدس. في إخلاء سكان البدو قرية البدو أختي الكريمة. المخطط الإسرائيلي في القدس متسارع مستمر. قبل أيام قليلة قبل أسابيع قليلة كان هناك جريمة إسرائيلية كبرى. ضرب وقصف نفق دفاعي للمقاومة الفلسطينية. ارتقى خلال هذا القصف العدواني 12 شهيدا فلسطينيا من أبناء تطاع غزة من الشعب الفلسطيني. بما هؤلاء لم يجف بعد. كيف يخلو بيان للجامعة العربية من أي ذكر للعدو الصهيوني. من أي إدانة للعدو الصهيوني. قبل ساعات من هذا الاجتماع كانت الإدارة الأمريكية. كان البيت الأبيض يصدر قرارا ويبلغ مكاتب منظمة التحرير في واشنطن. يغلق مكاتب منظمة التحرير بهدف الضغط على الشعب الفلسطيني. وممارسة مزيد من الضغطات على منظمة التحرير وعلى السلطة. لدفعها نحو القبول بمخصصات تصفية القضية الفلسطينية. قبل ذلك بأيام قليلة كان الكونغرس الأمريكي يشرع ثلاثة قوانين جديدة لمحاصرة المقاومة الفلسطينية. لمنع مخصصات الشهداء والأسرة من أن تدفع لهم. أين البيانة الحقيقة؟ أين الموقف العربي من كل هذا؟ هل أصبحت القضية الفلسطينية الآن وحيدة؟ من أي إثناد من هذه... سيد داود ما هو المطلوب من حركات المقاومة اليوم؟ عذرا على المقاطع. ولكن ما هو المطلوب اليوم من محور المقاومة بأكمله؟ خصوصا هناك توجه لوفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة في جلسات الحوار. ما هو المطلوب من كافة الفصائل المقاومة. ليس فقط فلسطينيا وحتى في لبنان من خلال حزب الله. وفي العراق. وحتى الدعم الأكبر لهذا المحور إيران؟ أولا المطلوب زيادة الدعم لقوى المقاومة الفلسطينية. زيادة الإسناد الشعبي والسياسي والإعلامي والمعنوي والمادي لقوى المقاومة والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي تمر الآن بمنعطف خطير جدا. يستهدف هذه القضية بشكل مباشر. والآن ينعقد هذا الاجتماع غدا. سينعقد اجتماع القوى الفصائل الفلسطينية في القاهرة. أمام هذا الاجتماع أولويتين أساسيتين. الأولوية الأولى حماية المقاومة. حماية مشروع المقاومة. حماية حق الشعب الفلسطيني في استمرار مقاومته. دفاعا عن نفسه ومن أجل تحرير أرضه. يجب أن لا تمس هذه المقاومة. ولا يمس أبدا سلاح هذه المقاومة. أن لا تكون هذه المطالحة أو هذه الحوارات مدخلا للمساك بهذه الثوابت. ثوابت المقاومة. ثوابت الإجماع الوطني الفلسطيني. وثوابت القضية الفلسطينية. وفي مقدمتها حق العودة. الأولوية الثانية هي العمل على تختيف الحصار والمعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني. والعمل من خلال أن تكون هذه المصالحة مدخلا لتعزيز الصمود الفلسطيني. هل ما عجزت عن تحقيقه إسرائيل عسكريا تحاول ديبلوماسيا عبر وكلاء لها في المنطقة تحقيقه يمكن القول؟ إسرائيل تحاول. هذا صحيح واضح. واضح من خلال هذا السهافة نحو التطبيع نحو إقامة علاقات نحو تعاون عسكري وأمني بين بعض الأطراف العربية. ونحن في مباشر نشير إلى النظام السعودي. قبل أيام كانت القائد الجيش الصهيوني يجري مقابلة. صحيح. هذا التعاون العسكري والأمني مع الكيان الصهيوني. تصريحات الأمير تركي الفيطل في واشنطن أمام مؤتمر للسياسات الإسرائيلية. قال بأنه بالمال العربي وبالعقل الإسرائيلي يمكن أن نسمع وأن نفعل كل شيء. هذا الأفاق هذا التطبيع وهذا التعاون واضحة ومعروفة. لكن أنا أقول أي رهان على أن المقاومة يمكن أن تخطر هذا رهان فاشل. المقاومة تكسب لأنها تدافع عن هذا الحق. المقاومة تستمر لأنها تستند إلى قاعدة صلبة. تستند إلى ثقافة الأمة إلى وعي الأمة إلى عقيدة الأمة إلى إسلامها إلى دينها إلى مبادئها إلى عروبتها. ولذلك هذه المقاومة بإذن الله تبارك وتعالى وتستمر. وأنا أعود وأختم بما بدأت به بالحديث عن الشيخ القسام رحمة الله عليه. هذا الرجل العالم الأزهر الذي أدرك دوره وأدرك ماذا يعني أن تكون عالما. وماذا يعني أن تكون مجاهدا. وجاء إلى أرض فلسطين إلى حيث الجهاد الحق وإلى حيث الجهاد الواجب في مواجهة هذا الخطر الذي يعني خطر يتعدى أرض فلسطين ويتعدى المقدسات في فلسطين التي تناساها بيان الجامعة العربية. وقال هنا العدو هنا الجهاد الحق وهنا هذا هو العدو الذي يجب أن توجه إليه كل الرصاصات وتوجه إليه كل البنادق. تحية إلى كل المقاومين تحية إلى كل المجاهدين تحية إلى كل من يدعم المقاومة الفلسطينية يدعمها بالكلمة يدعمها ماديا يدعمها سياسيا يدعمها إعلاميا تحية إلى كل هؤلاء الأبطال شرفاء الأمة وأحرار الأمة الذين يبقون على تواصل مستمر مع فلسطين القضية والشعب. ونحن نضم صوتنا إلى صوتك سيد داود الشهاب. كما ذكرت هذه الانتصارات ومقاومة المحتل وحتى محاربة الإرهاب أريقة الدماء دفعنا ثمنة شهداء أيضا. وهذا دليل على إكمال مسار المقاومة في المقابل إذعان وتهاون وحتى تنفيذ لمخطط أمريكي إسرائيلي بالمنطقة بأدوات للأسف عربية. أشكرك جزيلا أشكر السيد داود الشهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي. كنت معنا من قطاع غزة عبر الهاتف. سيد أليف صباغي بموازات ما يتحدث عنه السيد داود الشهاب. الرهان على خسارة المقاومة في ظل كما ذكرنا محاولات تطبيع على ما يبدو باتت في العنن لم تعد تحت الطاولة. هل يمكن بالفعل هذا الزخم السعودي الذي يحاول دفع إسرائيل إلى شن حرب؟ هل هذا السيناريو محتمل في هذه المرحلة؟ أم مجابهة المقاومة هذا المخطط الدبلوماسي الذي تلعب عليه إسرائيل؟ يعني هناك اتجاهين حقيقة أو خطين خط عسكري وخط آخر سياسي. من البعيد توقعاتي أن تخضع إسرائيل لمطالب السعودية وتعمل بموجب مخططاتها لشن حرب على لبنان أو على أي دولة أخرى. ولكن إسرائيل تستطيع أن تستفيد سياسيا من هذه الحملة إلى أقصى حد وتستفيد اقتصاديا لأنها تقول علاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع محور السعودية. وبالتالي هي المستفيد من هذا الأمر على كل المستويات. والسعودية تبقى في حالها إسرائيل لن تقوم بعمل عسكري خدمة للسعودية إلا إذا كان هذا العمل محدود يتمثل باغتيالات لقيادات سياسية وقيادات أو قيادات عسكرية في لبنان أو سوريا أو أماكن أخرى. ولكن إسرائيل هي المستفيد الأكبر منذ سبع سنوات تقريبا. والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إسرائيل يقولون كالتالي. إسرائيل ليست بحاجة إلى حرب. إسرائيل بحاجة إلى أن تتفرج على العرب يقتلون بعضهم البعض. وبالتالي إسرائيل هي المستفيدة من هذا الاقتتال العربي الداخلي. إسرائيل هي المستفيدة من الصراعات التي تقودها السعودية ضد الشعوب العربية وأنظمة والمقاومة والتنظيمات المقاومة العربية إن كانت فلسطينية وغيرها. إسرائيل تستطيع أن تطلب كل ما تريد من السعودية وتحظى وتقبل به. يعني بشهر 9 2017 أعلنت الدول العربية وعلى رأسها السعودية أنها ستقطع المساعدات المالية للمقاومة الفلسطينية. وهذا حقيقة ما حدث الأسبوع الأخير أبلغ الملك فهد ملك آسف سلمان أبلغ أبو مازين بأنه سيقطع كل مساعدة مالية عن الفلسطينيين. وهذا بالضبط ما تطلبه إسرائيل. وبالتالي السعودية هي التي تعمل بموجب التوجهات الإسرائيلية والأمريكية وليست إسرائيل هي التي تعمل بموجب التوجهات السعودية. إذا ما راجعنا كل تاريخ العلاقات بين السعودية وإسرائيل منذ الستينات في القرن الماضي عندما شاركت إسرائيل أو دعمت إسرائيل الحرب السعودية في اليمن. وبالمقابل كان هناك عبد الناصر والقوات المصرية. مروراً بعام 67 عندما لم تطلق السعودية أو لم تشارك السعودية بأي عمل عسكري ضد إسرائيل. حتى في 73 عندما أعلنت استخدامها لسلاح النفط لم يكن ذلك أمراً كبيراً ولو كان في ذلك الوقت هام جداً. في العام 82 عندما أطلق الولي العهد كان أنا ذاك ولي العهد الملك فهد لاحقاً أطلق مبادرته. كانت هذه المبادرة هي لمصطحة إسرائيل وهي مقدمة للاعتراف بإسرائيل. الاعتراف العربي وليس فقط السعودي بإسرائيل. حتى المبادرة العربية التي بدأت كمبادرة سعودية عام 2002 وتحولت إلى المبادرة العربية كلها كانت استرضاءاً لإسرائيل. هذه العلاقة تحت الطاولة التي حصلت وما تزال بين إسرائيل والسعودية تترجم نفسها في الأيام الأخيرة إلى علاقات فوق الطاولة. وإلى اعترافات فوق الطاولة أن هذه العلاقات قديمة وليس جديدة وأنها استراتيجية عندما تتحدث السعودية عن أنها لم تقاتل إسرائيل وأن إسرائيل لم تقاتل السعودية وأن إسرائيل والسعودية تتمتعان بشراكة مباركة ضد إيران وحزب الله وسوريا. هذا يعني التحالف استراتيجي. يعني الدول أخرى عربية تقيم علاقات مع إسرائيل يعتقدون أو يريدونها غير رسمية أو غير معلنة. ولكن كلنا يعلم عن هذه العلاقات. كانت في الإمارات، كانت قطر، كانت السعودية، كانت المغرب، ودول عربية أخرى. نعلم جيداً ما هي هذه العلاقات. لا تستطيع أي دولة إخفائها. ولكن ما يقوله المحللون السياسيون وأكاديميون من الدرجة الأولى اليوم في إسرائيل أن الربيع العربي ما يسمى بالربيع العربي استفادت منه إسرائيل إلى حد كبير. ولكن لم تستفد بالقدر الذي يمكن أن تستفيد منه. هذه فرصة تاريخية. ولكن بالمقابل سيد أليف ما حققه محور المقاومة من إنشاثات ميدانية. يحكى أنها تشكل الخطر الوجودي. وصفها ليس معلقون وخبراء إسرائيليون. يقولون تشكل الخطر الوجودي على إسرائيل من خلال ما قامت به في العراق. وهذا أيضا الخط البري بين العراق وسوريا. وبالنسبة لهم كما ذكرت الدعم الأكبر إيران. هنا سيد واثق سأنقل ما ذكره السيد أليف. هذا التحالف الاستراتيجي الذي على ما يبدو بني منذ زمن. وليس الآن. ليس وليد اللحظة أن نشاهد هذا التطبيع. ولكن اليوم هو أكثر وضوحا وجليا. دون أي خجل تقوم به الدول الخليجية على رأسها السعودية. إلى أي مدى بالمقابل محور المقاومة يحاول إفشال هذه المخططات. من خلال هذه المشاريع التقسيمية التي يمنعها. إن كان من مشروع كردستان العراق. أو حتى عبر هذه المجموعات الإرهابية. التي دعمت من هذه الدول الخليجية. بكل صراحة وبدعم أكبر إسرائيلي. أولا أن أتفق بعبارة أنه كان هناك التحول من حالة الخجل والاستحاء إلى حالة أن تنشر وتعلن هذه العلاقة. وكل ما يخرج عنها. أنا أعتقد أن يتابع المشهد العربي لا تخفي هذه الأمور. وكنا نقول دائما أن هناك حراك صهيوني مع بعض أطراف الخليج. تحاول أن تحقق ما تسمى الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الأوسط. ما خرج عنها نتاجات ما يسمى بالربيع العربي. من تفتيت لوضع الدول ويعاشتها في صراعات داخلية. وتصعيدات طائفية ومذهبية وقومية وإثنية. ما هي نتائجها؟ نتائجها خدمة الكيان الصهيوني. أضعاف دول المقاومة مع هذا الكيان. وبالتالي أنا أعتقد أن بدأت تظهر على النتائجها. حتى ما يدور في الداخل السعودي. من تنصيب محمد بن سلمان ومتغيرات أخرى جديدة. هي الواضح بهذا الاتجاه. فضلا عن وجود محاولة لإنهاء محور المقاومة. ضرب لبنان. ضرب حزب الله. التصدي لإيران. محاولة مع العراق في محاولات كثيرة. ومحاولات مع دول أخرى. لكن أنا أعتقد أن هناك مأزق سعودي داخلي. هي محاولة الهروب إلى الخارج. نعم هذا الاتفاق علن. اجتماعات متعددة. على مستوى الاقتصاد. على مستوى العسكري. لكن هناك أزمة داخلية سعودية. فيما حدث. من وضع محمد بن سلمان. توليه ولاية العهد. ضرب الخصوم. مجيء الرئيس الحريري. وإحتجازه. الأسرة الحاكمة التي تمتعظ من ما حدث. من عملية الاحتقال كثير من الأمراء الموجودين. محاولة لتخطي على الداخل السعودي. وإرسال هذه الأزمة إلى الخارج. موضوعة الجامعة العربية. إعلان موقف الموضات لإيران في هذا التوقيت. تحديدا لماذا هذا التوقيت. أو محاولة اعتبار حزب الله جماعة إرهابية. أنا أعتقد أن هناك مشاكل داخلية. حتى مشاكل رواغة خارجية. بدأت بعدم القناعة الأوروبية المتمثلة. بفرنسا وبريطانيا وألمانيا. بموضوعة احتجاز الرئيس الحريري. وتوصلهم إلى قناعة أنه محتجز فعلا في السعودية. وحتى المخرج بالذهاب إلى فاريس. لم يكن مقنعا لكل المتابعين لهذا الأمر. لذلك أنا أعتقد أن هذه المسرحة لم تكن محبوكة. وبالتالي نتاجاتها كانت فيها كثير من القضايا غير المقنعة. سيد واثق هل قيدت بخياراتها الآن الرياض؟ هل قيدت بخياراتها في ظل كما ذكرت؟ هناك رفض أوروبي لهذه الإجراءات المتبعة. خصوصا فيما يتعلق بالأزمة التي خلقتها في لبنان. مع استقالة الرئيس الحريري. أيضا في الواقع الميداني. هناك فشل بدعم هذه المجموعات. وانتصار كبير لمحور المقاومة. حتى بدعمها لمشاريع التقسيم خصوصا في العراق. أستاذ الآن أعتقد المأزق السعودي أنه دخل فيه مستنقعات كثيرة. يصعب الخروج منها. ربما مستنقع اليمن كان مشكلة كبيرة. المضح في سوريا والتدخلات في سوريا. أيضا كان مأزق كبير للسياسة السعودي. التي لم تعرف كيف تخرج من هذا المأزق. الدفع باتجاه تقسيم العراق على أساس تأسيس ما تسمى الدولة السنية. أو الأقاليم السنية. بالتالي كان هناك تراجع لأسباب عديدة. أن قيادات تنظيم داعش الأرهابي. من القيادات السعودية ربما ستعود للسعودية. وتفعل من مشاكل كثيرة ذلك اليوم السعودية. خففت الأزمة مع بغداد. تحاول جسر العلاقة. تحقق اتفاقات أبنية. لكنها لا تزال متورطة في مناطق أخرى كاليمن. ماذا ستفعل في اليمن حتى تخرج من هذه الأزمة؟. لأن تورطت في مستنقع لبنان أزمة كبيرة. أزمة وفضيحة سياسية ودبلوماسية كبيرة فيما حدث. حتى المخرجات التي دفعت بها بالجامعة عربية لم تكن مقنعة. ماذا كان بين الجامعة العربية؟. تهديد وتصريحات متكررة. هذا ما نتج عنه. الذهاب لمجلس الأمين. هم يعرفون بقناعة. أن هناك فيتورج سيكون حاضر لأي قضية. وبالتالي لا يوجد مخرج. صحيح. هنا السؤال على ماذا تعول أو تراهن السعودية. أستاذ وليد بما يتعلق بما ذكره السيد واثق. حول هذه الأزمة التي خلقتها محاولة إيجاد ساحة لصراع في ظل الفشل في اليمن بشكل واضح من قبل السعودية. ومحاولة توريط حتى عربية. بالأمس من خلال البيان لمجلس الزراء الخارجية العرب. قبل قليل هناك كلام مهم جدا للرئيس عون. قالوا للسيد أبو الغيط الذي كان لديه لهجة عالية السقف في البيان ووزراء الخارجية العرب. أنه لن نسمح بالإحاء إلى أي شيء إرهابي يتعلق بالحكومة. وما تحدث عنه المندوب للبنان في الجامعة العربية. يعبر عن إرادة وطنية جامعة. نعم. ولبنان وقال فخامة الرئيس. ولبنان واجه الاعتداءات الإسرائيلية. المستمرة منذ العام 78 إلى 2006. واستطاع تحرير أرضه. والاستهداف الإسرائيلي يزال مستمرا. ومن حق اللبنانيين أن يقاوموا ويحبطوا مخططاتهم بكل الوسائل المتاحة. ولبنان ليس مسؤولا عن الصراعات العربية أو الإقليمية التي تشهدها دولا عربية. وهو لم يعتدي على أحد. ولا يجوز أن يدفع ثمن هذه الصراعات من استقراره الأمني والسياسي. هذا كلام فخامة الرئيس. وبالتالي هذا هو الموقف الرسمي اللبناني والشعبي اللبناني. في مواجهة ما يسمى ببيان الجامعة العربية. وفي مواجهة الأزمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان. من خلال احتجازها للرئيس الحريري. وإفراجها عنه مجددا. أنا أريد أن أقول بكل وضوح. أن أزمة احتجاز الرئيس الحريري. وأن محاولة إخراج لبنان من الجامعة العربية. وتحويل لبنان لساحة صراع إقليمي ودولي ومحلي للتفاوض على مسألة اليمن. ارتد على السعودية نفسها. وأكبر دليل على ذلك. إخراج الرئيس الحريري بتحرك لبناني. وبدعم دولي غير مسبوق. وبدعم دولي غير مسبوق. وبإدانة دولية أيضا غير مسبوقة. هنا سعود هذه التساؤل حول الدعم الدولي غير مسبوق. لأننا نعلم أن هذه الدول لديها مصالح بشكل رئيسي. ليس فعل خير. شوفي. نحن من اللحظة الأولى قلنا أن المظلة الدولية للحفاظ على الاستقرار في لبنان كائمة. ولم يتمكنوا من تعديلها. لماذا؟ لأن تحويل لبنان إلى ساحة حرب سينعكس سلبا على المجتمع الدولي والعربي برمته. الحرب في لبنان تعني وقوع حرب عالمية ثالثة. لبنان لن يتمكنوا من الاستفراد به كما حصل في العام 2006. اليوم الجبهة مفتوحة من موسكو إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين. إلى إيران. إلى إيران. إلى طهران. طبعا إلى طهران. وبالتالي هم يدركوا تماما. يعني ما حيشتغلوا لا عند السعودية ولا عند الأعراب ولا عند حدا. يعني هذا المجتمع الدولي عنده مصالحه. وبالتالي يعمل من أجل مصالحه. واليوم نحن شايفين أوروبا وينية بإيران. ونحن شايفين أن الأمريكان لهم مصالح أيضا مع إيران. ولكن هناك تصعيد. لا يمكن إخفال من قبل إدارة ترامب. فيما يتعلق بالاتفاق. وفي المقابل هناك تأكيد أوروبي على ضرورة الحفاظ على هذا الدور الإيراني. لا يخوفك هذا التصعيد. هم يصعدوا ليبيعوا هؤلاء الأعراب سلاح. ويظلوا عاملين توتر في هذه المنطقة. وبالتالي هم خلوا السعودية تغرق بالخليج. باليمن. أغرقوها في اليمن. مثل ما سابقا أغرقوا صدام حسين في الكويت. شو كانت النتيجة؟ أنهوا صدام حسين. اليوم نفس الشيء. وبالتالي هم منون شايفين اليوم. نفهم أستاذ واليد. هناك قرار دولي بعدم تفجير الوضع داخل لبنان. لأنني سوف أتعود ارتكالاته على أوروبا وعليهم. هناك قرار دولي. وأنا أبلغني أحد المسؤولين الدوليين الكبار. في اللحظة التي تم احتجاز فيها. الرئيس الحريري أن القرار الدولي قائم. وأنظروا إليه كيف سيتدرج. ليؤكد على الحفاظ على الاستقرار بلبنان. ومنع الساحة اللبنانية من ساحة صراحة. وهذا الشيء حاصل. وهذا حصل تماما. إسرائيل لن تجرؤ على شن حرب. لأن إسرائيل أعمال القادرة. ليس رحية. ستكلف الآخرين فيها. وكلفتهم بجزء منها. هي ما ستقوم فيها. لأنه جباني إسرائيل غير قادرة اليوم. علشان حرب على لبنان. لأنه أي حرب على لبنان. ستدفع إسرائيل ثمنا باهضا لها. وبالتالي إسرائيل ليس معودي على حروب تدفع ثمان باهضا. أثنين. يعني إخواننا هؤلاء العراب بدون يعملوا حروب. يعني يحموا حالهم. يحموا حالهم. يلملموا. بدل ما يرفعوا مواتيرة العداء لإيران. يروحوا يتفاهموا. لو في وعي عربي عند هؤلاء. ولو في وعي مسؤول عن الأم العربية والعالم العربي. وتحرير فلسطين. ومواجهة مشروع إسرائيل في المنطقة. كانوا بيحكوا بتفاهم إيراني عربي. ليس بعداوية عربية. لكن إيران أين صارت؟ لكن إيران أين صارت؟ يعني من صاروخ بلسطين واحد. جن جنونه. صاروخ. ما قدروا يحملوا صاروخ يا شيخ. صاروخ. كيف لو فاتوا بحرب؟ يعني الحجة هو تهديد لأمن المملكة. كما يقولون ولي الدولة. ما صلقوا مهددين العالم. مع أنه لم يكن الصاروخ الأول الذي يصب لأراضي السعودية. ولكن هنا فيما يتعلق بالأزمة الداخلية. اللبنانية. هذه المحاولات السعودية. إذا أمكن القول لإذكاء الفطن الطائفية بمشروع أمريكي إسرائيلي تحت شعار فرق تسد. هل هناك بذول أو حلفاء داخل اللبنان يمكن أن يعولوا عليهم؟ سقطوا. وأكبر دليل على ذلك هو التماسك الوطني والتحالف الوطني الذي حصل لإسترداد الرئيس الحريري. مين كان مختطفوا للرئيس الحريري؟ إسرائيل كان مختطفوا. لأمريكيان كانوا مختطفينه. السعوديين كانوا مختطفينه. من تحرك في هذا الإطار؟ مفتي الجمهورية اللبنانية أولا. طيار المستقبل ثانيا. عموم السنة في لبنان تحركوا من أجل استرداد الرئيس الحريري. طبعا فخامة رئيس الجمهورية استطاع أن يدير هذه العمل. هل ستقف هذه الأطرار؟ أنا برأيي نعم. سد منيع فيه. خصوصا ما يتعلق بتضييق الخناق على حزب الله المقاوم. الشريك هو في هذه الحكومة. سقطت الفتنة المذهبية في لبنان. باي باي. ما أكفي فتنة. هذا السهيان لن يتمكن من إحداث فتن طائفية ومذهبية في لبنان. لبنان عصي. إذا كانوا واحد في لبنان يبيعه وينشره للإسرائيلي والأمريكاني والسعودي والسوري والفلسطيني. يا أختنا رستم غزالي بأيامه ما عمل اللي عملوا السهيان بالرئيس سعد الحريري. سبها. لا مصر أنا على تسمايته. ما عملوا باللي عملوا بالرئيس سعد الحريري. شو اللبنانيين أغبياء. اللبنانيين أدركوا. أدركوا. اليوم أنه في حدا بده يخرب وحدتهم. بده يعدلون الحرب إلى ساحتهم. بده يحدث فتني بيناتهم. لذلك أنا برأيي لا. ما حدا يخاف. ما حدا يقلق. اللبنانيين متماسكين. في عنا دولة قوية. متماسكة على رأس رئيس جمهورية قوي. وأثبت قوته. يعني وهيدي شغلة عظيمة. عنا جيش. عنا مؤسسات أمنية قادرة. عنا مقاومة. تستطيع أن تحمي لبنان. وفي وعي وطني غير مسبوق. استطاعوا اللبنانيين يعرفوا اليوم. ماذا تريد السعودية؟ نعم أنا أريد أن أقول. ماذا تريد السعودية منهم؟ تريد السعودية أن نتحول نحن إلى أدوات. إلى أدوات فتنة في البلد من أجل تحقيق مكاسب لها في اليمن وغير اليمن. اللبنانيين مش رح يشتغلوا عند حدا. اللبنانيين صاروا أقوياء. وقادرين. ونضجوا. ومروا بحروب. نحن تحملنا حروب كثير. هن ما قدروا تحملوا صاروخ. هن دمروا سوريا. ويدمرون اليمن. ويقتلون أطفال اليمن. استرحت سؤال مهم. ماذا تريد السعودية من لبنان؟ ولكن سيد أليف صباغ. ما الذي تريد السعودية من إسرائيل في هذا الوقت تحديدا؟ دعيني أجيب على بعض القضايا قبل إجابة على هذا السؤال. تعليق على النقاط التي ذكرها الضيوف. تفضل. أنت سألت سابقا هل انتصارات المقاومة في سوريا تشكل خطر وجودي على إسرائيل؟ أنا أقول لك بصراحة الجمهور الإسرائيلي بغالبيته عنده قناعة تامة بأنه لا وجود لخطر وجودي على إسرائيل من أي كان ولا حتى من إيران. على قناعة تامة أنه 70% من الجمهور الإسرائيلي. على ماذا مبنية هذه القناعة سيد أليف؟ على قدرات إسرائيل العسكرية وعلى ضعف العرب. يعني بن جوريون بالزمنات قبل أكثر من 50 سنة قال إسرائيل تستطيع أن تعيش بالشرق الأوسط إلى الأبد. ليس بذكاء الإسرائيلي وإنما بغباء الأنظمة العربية. وقال بغباء العرب يعني بغباء الأنظمة العربية. يعني الاعتماد على تفتيت العرب لأنظمة وجماعات مختلفة. وهذه كانت استراتيجية إسرائيل بالثمانينات. إذا راجعنا وثائق الاستراتيجية الإسرائيلية في الشرق الأوسط في سنوات الثمانين. نجد ما يقوم به اليوم العرب أنفسهم. الأنظمة العربية هو بالضبط ما تريده أو ما أردته إسرائيل. تفتيت العالم العربي إلى جماعات إثنية، عرقية، طائفية، مذهبية وإلى آخره حتى لا يقوم العرب بأي عمل مشترك يمكن أن يؤثر على الوجود الإسرائيلي. وهذا ما يحصل الآن حقيقة الأمر. خلال السبع سنوات ماذا كان في العالم العربي؟ كان عملية تفتيت العالم العربي. ليس فقط لسوريا. يعني كل صرعات المذهبية التي تم تفجيرها هنا وهناك. إن كان في العراق وإن كان في سوريا وإن كان في أماكن أخرى. ألا تنعكس على السعودية، ألا تنعكس على البحرين، ألا تنعكس على الكويت، ألا تنعكس على مصر وعلى أي دولة كل دولة عربية. بطبيعة الأمر تنعكسه. وبالتالي لا تزداد وحدة الدول العربية حتى وحدة الدولة نفسها. وإنما تضعف كل دولة من الدول العربية. هذا الأمر يعني هو بالضبط في المصلحة الإسرائيلية. وما تريده السعودية أو ما تريده المملكة السعودية بغبائها لن يحصل. السعودية كانت تعتقد أن لبنان قبل أسبوعين فقط أن لبنان هو ساحة الاستهداف القادم. فوجأت من الوحدة اللبنانية وفوجأت من رد الفعل الدولي الذي لم يتوقعه أحد في السعودية. لا الملك ولا ولي العهد ولا مستشاريه. ولديه من المستشارين الأجانب بالعشرات الذين يقدمون له الاستشارة الاقتصادية والسياسية والآخرة. ولكن لا أحد منهم توقع. لأنهم يذهبون باستشاراتهم باتجاه طموحه لا باتجاه الواقعية ولا باتجاه نظرة حقيقية للأمور. وإنما يأخذون استشاراتهم لتغذية طموحه وطموحه مختلف باتجاه آخر مما هو العالم اليوم. على صعيد العلاقات الإسرائيلية السعودية. أنا أقول لك بصراحة في 1 نوفمبر هذا الشهر فقط كان هناك مؤتمر أكاديمي لمعهد اسمه معهد ميتافيم. هو معهد يراقب السياسة الخارجية الإسرائيلية. هناك قناعة كما قلت أكثر من 70% من الإسرائيليين الذين تم استطلاعهم عن طريق هذا المعهد يقولون أنه بالإمكان إقامة علاقات اقتصادية وأمنية مع الدول العربية وخاصة مع دول الخليج. ولكن الاختلاف ماذا سيكون الثمن؟ هناك حوالي 50% يقولون 48% يقولون أن الثمن سيكون بالعملة الفلسطينية. إذا ما تقدمنا في العلاقات مع الفلسطينيين وفي العلاقات بمعنى التفاوض الإيجابي مع الفلسطينيين سيسهل علينا هذا الأمر اختراق العالم العربي والتحالف مع العالم السني كما يقولون. يعني هذا يتوفق سيد أليف مع صفقة القرن التي نسمع بها والتي نقرأ عنها. 39% منهم يقولون أنه بالإمكان التحالف مع السعودية ومع العالم السني بين قسين ضد إيران دون الدفع بالعملة الفلسطينية. ويتوقعون أن أمريكا ستقدم قريبا مشروع قراءة مشروع مبادرة أمريكية. هذه المبادرة تستجيب للمطالب الإسرائيلية وسيعيدها العرب خاصة عرب الجامعة العربية. سيعيدونا باعتبار أن هذا قدر يأتي من أمريكا ولا يمكن لأحد أن يتصدى له أو أن يعارضه. ويضعون الفلسطينيين أمام عمر واقع إما أن تقبل وإما أنك محاصر من كل الاتجاهة بينما في ذلك الاتجاه العربي. هذا ما تريده إسرائيل من السعودية وهذا ما تتوقعه إسرائيل من السعودية. بالمقابل لا أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تقوم بحرب بشم حرب خدمة للسعودية. يعني ما تريده إسرائيل من السعودية هو ما تقوم بتنفيذه على ما يبدو سيد أليب بشكل واضح. بتوجيه السهام ضد محور حركات المقاومة بالمنطقة خدمة لهذا الكيان. الإسرائيل تسعى لإقامة تحالف قريمي دولي ضد إيران. وموضوع الصواريخ الباليستية التي تطرق إليها جامعة الدول العربية. هي تأييد العقوبات التي تطالب بها إسرائيل ضد إيران. نعم سيد واثق بشكل مختصر جدا. لم يتبقى لنا الكثير من الوقت. إسرائيل حددت لها مجموعة خطوط حمر. ولكنها فشلت بالرهان عليها. خصوصا فيما يتعلق بسوريا والعراق. وحتى في الجنوب السوري ما حكي عن منطقة عازلة بعمق معين. اليوم ما هو المطلوب من هذه الحركات المقاومة. التي حققت كل هذه الانتصارات في العراق. في سوريا وكذلك في لبنان. وبالدعم الإيراني الواضح. وشهدنا بالمعركة الأخيرة في البوكمال. قيادة وتواجد الجنرال قاسم سليماني مباشرة لهذه العمليات. أن تحافظ على ما تحقق من إنجاز. من انتصار. وأنا أعتقد ما يدعمهم في المرحلة القادمة. وأذهب ما ذهب إلي ضيفتي في الستوديو. أنه لن تكون هناك حرب في المنطقة. إطلاقا. لأن أي شرارة حرب ستكون هناك حرب عالمية. الوضع لن يعود إلى تسعينيات القرن الماضي. الآن وجود توازن قوى. روسيا مجدع على خط الأزمة. بدأ الظهور الروسي في نهاية 2011 عندما اتخذوا فيتو لصالح باتخاذ قرار ضد الحكومة السورية. الآن هناك المصالح تقاطعت. الأوروبية مع الأمريكية. الروسية مع الأمريكية. ومع الإسرائيلية. وبالتالي الدفع باتجاه حرب سوف لن تكون حاضرة. لأن هناك لاعبين كبار سيكونون في المنطقة. لذلك أنا أعتقد هذا المحور سيقوى في المرحلة القادمة. سيحاول أن يحافظ على الانتصارات التي تحققت. لأن انتصارات مهمة ستعيد الاستقرار إلى المنطقة. أشكرك جزيلا. شكر السيد واثق سالم الهاشمي. رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. كنت معنا من بغداد. الشكر موصول للسيد أليف صباق. الخبير في الشؤون الإسرائيلية. كنت معنا عبر خدمة الإنترنت من الجليل. وكذلك لك أستاذ وليد بركات الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني. متواجد معنا في الاستوديو. وأيضا الشكر للسيد داود شهاب. مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي. كان معنا عبر الهاتف من غزة. والشكر الأكبر لكم مشاهدين الكرام. على متابعة هذه الندوة الخاصة في أمان الله. اشتركوا في القناة